السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالباته الصفوف الأولية والمراحل التأسيسية وكل الأمهات وأولياء الأمور جاي النهاردة بإذن الله عشان أحر لكم مشكلة كبيرة هي مشكلة إزاي ابني يا مصطر طعيف في الكراءة والكتابة وإزاي نعلمه وإيه الخطوات اللي أنا أتبعها مع ابني عشان أقدر أعلمه الكراءة والكتابة لا يطمن كل أم لا يطمن كل ولي أم أقول له ما تخافش يا ست لكل الموضوع بسيط هم عشان خطوات بإذن الله هقلهم لحضرتك تفصيليا إجماليا الأول بعد كده إن شاء الله هنبدأ نتكلم فيهم تفصيليا الأول أحب أعرض لكم إن إحنا هنتكلم أو هتبقى الطريقة بطريقة نور البيان ويبقى الخطوة الأولى بإذن الله تعالى إن إحنا نعلم ابننا إزاي ينتقى الحروف كويس بمعنى إزاي يعني ينتقى الحروف كويس يا مستر يعني مفيش حاجة اسمها ألف با به ته سه كلام ده كله لأ ينتقى الحروف كويس يعني ألف با تا ثا جيم حا خا دال زال را طيب يا مستر طيب أنا عندي ابني متعود على الحروف إن هو بقولها ألف با تاه سه كده ما فيش مشكلة بس بقدر المستطاع تقدر تخليه ينتقى الحروف كويس وملحوظة حرف الزين ما اسمهوش زين اسمه زاي اسمه زاي اسمه إيه زاي دي ملحوظة أنا بضفها وانت بتعلم ابنك ما تقولوش زين اسمه زاي طيب آآ طب يا مستر أنا بعد ما أخلي ابني يتعلم كراءة الحروف كويس إيه اللي يتم أو أنا علمته يقرأ الحروف بالشكل وكده بابدأ أخلي ابني يربط كل حرف من الحروف اللي قدامي دي زي ما انت حضرتك شايفها بصورة أو بشكل أو أرسمه شكل الحرف أرسمه شكل لإيه الحرف أو أربطها معا بصورة إزاي زي ألف أرنب وابدأ أرسمه حرف الألف زي ما أنا بعملول حضرتك كده ويبدأ يلونه ويفضلل ألف أرنب ألف أرنب ألف حمزة ألف أرنب وابدأ بعد كده عشان أعلمه الكتابة أبدأ بالنقاط إنه النقاط أو التنقيب أبدأ نقاط له الحرف ويبدأ يمشي على الحرف فيبدأ من هنا بيتعلم الحروف طيب أنا خلصت المرحلة دي مع كل حرف فيه ناس هتبدأ أو أمهات أو هتبدأ تسألني وتقول يا مستر طب مدة الحرف مع ابني يقد إيه أبدأ أرد أقولك يا ست الكل ربنا خلق لكل إنسان منا قدرات فقدر الطفل بتختلف من طفل إلى آخر فهنا حضرتك يا ست الكل هبدأ أقولك على ابنك إيه جيد الحرف كويس إن إيه على الحرف اللي بعده طب بعد كده يا مستر اللي بيتم اللي بيتم بعد كده يا ست الكل بابدأ أجيب الحروف أرتبها لابني ترتيب عشوائي زي ما حضرتك شايفة كده جيم تا عين ميم تا بسين كده بقى خليك رأها بالطريقة الأفكية زي نايمة كده تمام وابدأ أخليك رأها بالطريقة الرأسية جيم ألف صاد با را وهكذا نبدأ ندخل على الخطوة الثانية إيه هي الخطوة الثانية يا مستر أبدأ أعرف ابني إن في حاجة اسمها حروف لثوية الحروف اللثوية يعني إيه هي التي مخرجها يكون ومخرجها من طرف اللسان المخرج بتاعها بيكون من طرف اللسان يعني بتتنطق وإنت بتطلع لسانك يا حبيبي إزاي ثاء ضاء ذال وابدأ أشاور له بالحرك تاني حاجة تاني حاجة بابدأ أعرف ابني في حاجة اسمها الحروف المفخمة يعني إيه حروف مفخمة هي بتملأ الفم عند الخروج أو عند النطل أي بتكون زي ما بفهمه كده أقول له مقلبزة من أزلازة إيه الحروف المفخمة السبع حروف اللي قدام حضرتك اللي هي قدام حضرتك في الصورة بابدأ تاني حاجة أفهمه إن في حاجة اسمها الحروف الرافضة يعني إيه الحروف الرافضة هي الحروف التي ترفض الحرف الذي يليها اللي بعدها بتمسك في اللي قابلها وتترك اللي بعدها أو بترفض اللي بعدها أو بترفض اللي بعدها فبنسميها الحروف الرافضة أو الحروف الرافضة أو الحروف الشائية على حسب ما كل مدرس فينا بيذكر الحروف بالطريقة الذي تناسبه أو لو ابنك تنعرفها أو لو أنت عايز تعرفها لابنك بتقوله اسمها الحروف الرافضة أو الحروف الرافضة أو الحروف الشائية إيه هم الحروف الرافضة اللي هم الست حروف اللي قدام حضرتك في الصورة وبتبدأ بتعرفهم لابنك الخطوة الثالثة ببدأ أعرف لابني أشكال الحروف يعني أشكال الحروف عندي حاجة اسمها أشكال الحروف ومواضعة يعني أشكال الحروف ومواضعة ركز معي حضرتك زي ما انت شايف كده في الصورة اللي قدام حضرتك زي ما حضرتك شايف كده في الصورة اللي قدام حضرتك أشكال الحروف ومواضعة لكل حرف شكل وموضع إما في أول الكلمة إما في وسط الكلمة إما في آخر الكلمة الحرف بيكون في أول الكلمة يا أولاد الحلوين بيكون حرف نائم إزاي؟ يعني الحرف زي ما أنت حضرتك شايف قدامك حرف الباء ده كده بقول لإبني كده شكل الباء في أول الكلمة بيكون نائم ومادت إيده للبعدي طيب والحروف اللي أنا بكتبها دي يا ماما أو الحروف اللي أنا بكتبها دي يا مستر إيه اسمها إيه بقوله دي اسمع الحروف الصحية بتكون في آخر الكلمة بس يمدأ ديها للي قابليها لو هو حرف عادي مش حرف رافس أو حرف رافد اللي هي الحروف اللي احنا ذكرناها من قبل طيب الحرف في وسط الكلمة بيكون ازاي يا ماما زي ما حضرتك شايف حرف الباق بيمدي ايده يا حبيبي للي قابليه ويمدي ايده للي بعديه يبا احنا هنا بنبدأ نعرف ابننا الحروف وأشكالها ومواضعها يبا الخطوة الثالثة بابدأ اركز على أشكال الحروف ومواضعها وبيكون عند حضرتك نور البيان بإذن الله بين الألف الأشكال الحروف في أول الكلمة وسط الكلمة وفي آخر الكلمة بابدأ اقول لحضرتك ركز على حاجات أو ملحوظة مهمة الملحوظة المهمة ليه أشكال الهمزة وكراسيها الهمزة زي ما حضرتك شايف كده لها أشكال ولها كراسي إما على نبرة إما على واو إما على يا وحرف التاء وله أشكال وحروف وله أشكال عدة تاء مبسوطة تاء مربوطة خمسة تاء مربوطة رأبة وأبدأ أقول له حضرتك ركز على شكل حرف الكاف أبدأ أفهمه أن حرف الكاف دوت زي ما حضرتك شايف في الأول لا دك في العادي اللي أنا حتترك عليه الدائرة الخضراء واللي قابلي ده الكاف في الرسم الكرآني واللي قابلي ده الكاف في أول الكلمة وأبدأ أذكر له حرف الهاء له أشكال عدة هاء عادية وهاء في يونكة وهاء مربوطة خمسة شكرا للمشاهدة